ويغادر مشاهدين كما نتابع في الصورة يغادر في هذه الأثناء البابا فرانسيس أرض العراق بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إذن في هذه الزيارة التاريخية لأول بابا يزور فيها العاصمة العراقية بغداد زار فيها العاصمة العراقية بغداد زار الموصل زار أور التاريخية زار إربيل وزار أيضا كاركوك عفوا عفوا إذن زار أيضا النجف ولا ننسى أنه التقى في لقاء تاريخي أيضا المرجع السيد علي السستاني إذن يغادر البابا على متن الخطوط الإيطالية و بمراسم رسمية يغادر أرض العراق بعد أربعة أيام في جولة كان قد بدأها نهار الجمعة وقد أقام قداسا أمس 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 وتوجه أيضا برسائل إلى الشعب العراقي وخلال القداس استمع إلى شهادات حياة من عراقيين مسيحيين تهجروا من مناطقهم وعاشوا المعاناة وفقدوا أعزاء إذن يغادر البابا عائدا إلى روما واختتم زيارته في إربيل في قداسا قال فيه اقتربت لحظة العودة إلى روما لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي القداس شارك فيه نحو عشرة ألف مواطن في ملعب فرانسوا حريري في مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق هذا القداس عدى الأول من نوعه في تاريخ العراق وفي تاريخ إقليم كردستان إذن دقائق وتقلع طائرة الإيطاليا الخطوط الجوية الإيطالية مع البابا وفريقه وتغادر أرض العراق وقد حزت هذه الزيارة باهتمام والترحيب رسمي وشعبي كبير وكانت كل الأنظار وكل وسائل أعلمية تنقل مباشرة من العراق هذه الزيارة التاريخية خصوصا أيضا اللقاء التاريخي في النجاف مع المرجع الشاعي السيد علي السستاني هذا اللقاء الذي كان طبعا بعيدا عن الأعلام ولكنه كان تاريخيا خصوصا أن أسستاني عيش في حارة متواضعة وقد استقبله في منزله وقد حث البابا العراقيين على نبذ عنف الماضي ومنح السلام فرصة آسفا طبعا لتراجع أعداد المساحيين المأساوي بسبب الاضطهاد وقد صلى من أجل ضحايا الحرب إذن تنطلق طائرة الإيطاليا من أرض العراق وهي تضع العلم الفاتيكاني وعلم العراق في مقدمها ونذكر أن البابا فرانسيس دعا من بغداد إلى تعزيز السلام في المنطقة والتصدي للفساد واستغلال السلطة وأول لدى وصوله إلى بغداد في أول نهار دعا المجتمع الدولي لأداء دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط وقد ألقى البابا كلمة أمام رئيس جمهورية العراقية برهم صالح في قصر بغداد قائلا فيها أن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساوات في مجال الاقتصاد والتوترات الإقليمية وقال فلتصمت الأسلحة وليكن الدين في خدمات السلام والأخوة مشجعا على الخطوات الإصلاحية وقد زار نذكر البابا مناطق سبق أن خضعت لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقد استمرت إلى أربعة أيام هدف من خلالها إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق وإلى تعزيز الحوار بين الأديان إذن الآن يعود البابا فرنسيس إلى روما بعد أن أقيم له وداع استقبال رسمي ووداع رسمي حيث فرش السجاد الأحمر أيضا لدى مدغدرته ودعته كبار الشخصيات السياسية ونذكر بأن هذه الزيارة تاريخية وهي أول زيارة لبابا لأرض العراق نظرا لأن البابا يحن بولوس الثاني القديس كان عام تسعة وتسعين قد ألغى زيارته للعراق بعد انهيار محادثات مع حكومة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين ومد ذاك الوقت تراجعت عداد المسيحيين في العراق كثيرا وقد فروا من خارج البلاد إذن هذه الوفود العراقية والوفود الدينية التي كانت تودع البابا فرانسيس من أرض المطار في بغداد وكما نتابع في الصور لم تقلع بعد طائرة الباباوية أو بالأحرى طائرة الخطوط الإيطالية التي أتى البابا فرانسيس والوفود المرافق على متنها ونذكر بأن بابا الفاتيكان قد عقد لقاء تاريخيا في مدينة النجف العراقية لقاء تاريخي مغلق اجتمع فيه بالمرجع الشعي الأعلى السيد علي السستاني استغرق هذا اللقاء خمسة وخمسين دقيقة وكان وحدهما باستثناء طبعا المترجمين الفوريين وكان في منزل السستاني في حارات في أحدى حارات مدينة النجف وقد ناقش الطرفان التحديات التي تواجهها الإنسانية وأيضا شرح المرجع الشعي ما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات إذن تقلع طائرة الإيطاليا إلى روما بعد زيارة أربعة أيام بدأت نهار الجمعة صباحا ويعود إذن البابا فرانسيس إلى روما بعد أن زار العراق وتوقف في أربع محطات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر